ينضم إلينا من بيروت توفيق شمان الكاتب والباحث السياسي ورحب بك معنا سيد توفيق في هذه التغطية من قناة الغد حتى نفهم الموقف اللبناني الكامل بشكل واضح من ضرورة تنفيذ القرار الأمم 1701 رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باستمرار يطالب إسرائيل بتنفيذ هذا القرار لكن هو يقول دائما بأن حكومته مستعدة لتنفيذ القرار لكن ماذا عن موقف حزب الله؟ هل حزب الله مستعد أيضا مثل الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الآن والافتكاك عن جبهة غزة؟ يعني بصورة تحياتي إليك أولا ولا كل المشاهدين يعني بصورة عامة مواقف عديدة لكبار المسؤولين في حزب الله بما فيهم الأمين العام الشيخ نعيم قاسم فوضوا الرئيس نبيه بري للتفاوض حول عملية وقف إطلاق النار وبالتالي ما تلتزم به الحكومة اللبنانية باعتقادي تلتزم به المقاومة اللبنانية طالما أن التفاوض هو لدئيس مجلس النواب وبالتالي للحكومة اللبنانية وهنا بالإمكان القول بأن الأولوية الأساسية هي لوقف إطلاق النار وبعد ذلك البحث بالتفاصيل وأظن بأن هذا هو الأمر الأساسي الذي تتحرك على أساسه عجلة الحراك السياسي والديبلوماسي اللبناني لكن لو استمحتني أستاذ توفيق طبعا نبيه بري والرئيس نجيب ميقد أستاذ توفيق لكن الكلمة الأخيرة التي بثت من قبل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لم يتكلم أبدا عن القرار 1701 أو على الأقل لم يقل بأن الحزب مستعد لتنفيذه بشكل واضح مثل ما يقول نجيب ميقاتي بل على العكس أيضا من ذلك قال بأن الحزب مستمر في إسناد جبهة المقاومة في القطاع بالتالي ماذا تفهم من ذلك؟ أنا قلت بأن المسؤولة الكبار وعلى رأسه من شيخ نعيم قاسم وصفوا الرئيس نبيه بري بأنه الأخ الأكبر وبالتالي أكثر من نائب عضوا بكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله قالوا بأنه يفاوضون الرئيس نبيه بري وبالتالي فإنما يقوله الرئيس بري وهي يقول يوميا مع الرئيس نجيب ميقاتي بأن لبنان ملتزم بالقرار 1701 وطالما أن هذا التفويض قائم فحكما يسري هذا على أي توافق على تطبيق 1701 وبالتالي على عملية وقفة إطلاق النار لكن السؤال لماذا ما يزال معي قاسم يقوج كلاما مختلفا لا لم يقل كلاما مختلفا هو قال بأنه يفوض الرئيس نبيه بري وقال بأنه لديه ملء الثقة بالرئيس نبيه بري وقال أيضا بأن الحزب سيستمر في إسناد ودعم المقاومة في القطاع ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع كيف إذن سوف يلتزم الحزب بتنفيذ القرار إذا ما التزمت إسرائيل الآن واستمرت في حربها على قطاع غزة إسرائيل لن تلتزم بوقف النار ولا تريد 1701 هي تريد أكثر من 1701 وأكثر من 1559 الصادر في العام 2004 هي تريد حذرا بريا بحريا جويا على لبنان وبالتالي تريد إقامة منطقة عازلة وتريد أيضا إبعاد قوات نخبة حزب الله إلى مورق نهر الليطاني وفوق ذلك أيضا تريد إغلاق كل المعابر بين لبنان وسوريا والدليل على ذلك أو على الأقل هم يقدمون الدلائق الفعلية والعملية من خلال الاستهداف اليومي للمعابر بين لبنان وسوريا المصنع هو المعبر الأساسي وبعد ذلك بدأت معبر الهرمي الحمص تتعرض لغارات وعدوانية يومية أمس تعرضت منطقة عكار وأتوقع أيضا حتى المعبر التي يفصل بين مدينتي ترابلس اللبنانية وترتوس السورية أن يتعرض في المرحلة المقبلة أيضا لعدوان إسرائيلي أظن بأنه أيضا التزام لبنان بالقرار 1701 بدون شك هو التزام من قبل المقاومة اللبنانية على ما أعرف بأن الموقف الرسمي اللبناني هو الأرضية الأساسية التي يسعى إليها لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان لكن أعود وأكرر وأختم بأن الإشكال ليس في المقاومة الإشكال بأن إسرائيل لا تريد وقف عدوانها على لبنان شكرا لك من بيروت توفيق شمان الكاتب والباحر السياسي